تعد الشخصية القيادية كصفة عامة واحدة من أهم المواضيع المهمة بمجال علم الإدارة خاصة عند الحديث عن الشركات المؤسسات والوزارات وكيفية إدارة بطريقة بتراع التمييز والإبداع والنجاح وكون الشخصية القيادية هي السبيل للوصول إلى كل ما ذكر لازم نكون على معرفة ودراية تامة كيف ممكن نوصل للشخصية القيادية خصوصاً للمرأة التي يقال بأنها شخص عاطفي فهل عاطفة فعلياً بتأثر على عملها؟ هذا الشيء اللي حنحكي مع خبيرة التنمية والاستشارية رهفت سابحجي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا وسهلا فيك أستاذي نورتينا ذوات الشخصية القيادية من هنا كيف بنعرف الشخصية القيادية بشكل عام؟ هلا المرأة هي بالطبع قيادية يعني قيادية ببيتها قيادية بالتعامل مع ولادها بتنظيم الأسرة بتنظيم المنزل فهي بالأساس شخص قيادي وإداري ناجح جداً فلما نحن حتى لما المرأة بتستلم مناصب إدارية وقيادية بتلاقي عندها دائماً عندها تحفيز وعندها حافز وعندها نشاط ودائماً بتحاول كتير تعمل كل جهدها ومجهودة لحتى هي توصل للنتيجة اللي تكون ممتازة ولحتى تترك دائماً بصمتها وتكون شخص مدع بهذا المجال فدايماً المرأة لانسا